تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ مجموعة من الحزمة الحماية الاجتماعية الإضافية بدأت اليوم صرف الدعم النقدي تحت مضلة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وذلك عن شهر سبتمبر للمستفيدين بما يشمل حامل بطاقات ميزة البنكية وحامل بطاقات ذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد يعني أهلينا والمستفيدين عندكم إما اللي معاها كرت ميزة أو البطاقات من المكينة وذلك أيضا من الهيئة القومية للبريد بعد زيادة عدد المستفيدين زي ما قلنا مليون أسرة إضافية دول اللي تم زيادة الأعداد بيها وذلك بالتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أكثر من خمسة ملايين أسرة وبدأ مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط في تكافل وكرامة من اليوم الصرف من خلال جميع مكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية يعني يقدروا يصرفوا من أي مكينة متاحة على مستوى الجمهورية يمكنكم أيضا إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات يعني تقدروا تدفعوا بيها على الدفع الحكومي والمشتريات كما بدأوا أيضا الصرف من جميع مكاتب البريد ومطلع الشهر الجاري بإذن الله بدأت تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في توزيع البطاقات الذكية ميزة للمستحقين الجدد اللي هما تكلمنا عليهم اللي هما المليون لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وذلك حيكون من خلال شركات التوزيع بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها يعني البطاقة ستوصل لحد المنزل وأشرت أيضا الوزارة لأن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة الاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف أيضا عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل سهل ولائق وذلك في أسرع وقت دون زحام أو انتظار شكلت أيضا وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري وذلك لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وقررت أيضا أن يتم الصرف على مدار شهر كامل للمستفدين من أي مكتب بريد يعني قدامك شهر تقدر سواء من أي مكتب بريد أو زي ما قلنا من الكروت أو الماكينات وذلك لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم وتتواصل أيضا غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق أيضا مع المحافظين ومديري مديرات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم يعني هنا هي بتطمنكم بأنه فيه متابعة كاملة وشاملة طول الوقت الجدير بالذكر أيضا أن حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة قد وصل إلى 19 مليار جنيه الحجم ده بيتكلم عن كافة المساعدات اللي الدولة بتحاول تقدمها للمستفيدين واللي ينطبق عنهم طبعا برنامج تكافل وكرامة وده الرقم ده كان خلال العام الماضي ثم بلغ 22 مليار جنيه في إبريل الماضي بزيادة 450 ألف أسرى أصبح التمويل حاليا 25 مليار تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية حيث ذات أيضا عدد المستفيدين مليون أسرى إضافية وذلك بالتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ويؤكد كل هذا على حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته ويعد أيضا استثمارا في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم تحسين مستوى الصحة خفض الزواج المبكر والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية كل ده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم بيساعد الناس يعني الناس اللي كان بيبقى عندها مشاكل في حاجات كتير أعتقد هذا البرنامج حيقدر يساعد عدد كبير من الأسر زي ما تكلمنا